أولا كيف تنظرين لهذا النموذج يعني أنت من عالم الفن أكيد تربط به أعمال فنية وصداقة على المستوى الشخصي ولكن أن نشاهد رجل ينتمي لمهنة أكيد لديها الصعوبات الخاصة لديها حساسيتها وأيضا لديها نظرة المجتمع الخاص إليها ينظرون إليها رجل الأمن بأنه هناك صرامة ولكن في الأعمال الأدبية في الأعمال الغنائية الفنية في التلحين في الكتابة في الرواية في القصة في الشعر أكيد هناك إحساس مرهف قد لا يتوافق مع تلك الصورة النمطية التي تنعكس عن رجل الأمن أو العاملين في سلك الله أكيد سيدي نوفل أول حاجة بعدها فيش غادي ينبدأ تسامحني أني منقدش نتكلم باللغة العربية قدامك وقدم سيدي شادي بمستوى كمتباك الله بالكتابات الجميلة بالتزام دياله باللغة العربية الجميل فأنا منقدش نتكلم باللغة الدرجة ديالنا علاقتي بسيدي شادي وبالخدمة دياله وبالعمال دياله فأكيد غاية في الجمال حيدنا اللي كنت بغيين نقوله أنه سيدي شادي حيد ذاك الصورة النمطية ديال شرطي اللي ذاك التزام دياله وذاك الخوف ديالنا اللي كنا تنشوفه شرطي ولا هذي تكونوا واحد الخوف خلنا قربنا منهم كتر حبيناهم وبالصحة الكلمة نقولها وأنا عارفهم حبينا الناس ديال الشرطة من خلال سيدي شادي ومن خلال داك الصورة اللي اعطا ديال راها ديالنا صار مشي دائما تيكونوا صعاب قاسحين كيلي تشوفوهم خيبين ولكن احنا تنحيوهم